زمان كانت في المنطقة العربية هي مركز هام جدا للنفط وبالتالي مركز هام جدا للطاقة على مستوى العالم دلوقتي وبدخول مصر إلى نادي الطاقة لو صح التعبير بتشكيل منتدى غاز شرق المتوسط والقدرات المصرية على إنتاج الغاز ده واحد اتنين تسييل الغاز مجمعات التسييل اللي تعملت في مصر فبقت مصر واحد من أهم المراكز المصدرة للغاز بتاعها وبتاع اللي حواليها عن طريق التسييل ده حاجة الحاجة التانية هي أن مصر بتتحول إلى مركز كذلك للطاقة البديلة يعني أنت أصبحت تقدر تصدر كهرباء وهذه الكهرباء حضرتك بتقدر تولدها من أكتر من مصدر مش بس الغاز الطبيعي ده كمان عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قريبا هتلاقي نفسك بتصدر طاقة عن طريق الهايدروجين الأخضر وبالتالي المنطقة أصبحت أكثر قوة عما كانت عليه في وقت حرب تلاتة وسبعين فاكر استخدام سلاحة البترول أمام الغرب جملة الشهيرة كما بنقولها دي وكنا سعداء بيها جدا الوضع الحالي إحنا أقوى حتى من أيام تلاتة وسبعين كلنا مع بعض طول ما إحنا مركزين أنه العرب مع بعض وبينحوا أي اختلافات وتباينات وأنه مصلحتنا واحدة ثق لأمريكا وللتحاد أوروبي هيعرف يقولك بيم هتبقى عمليا مش هقولك مسك الناس من هنا حد الشهرف يعمل لك كده